الشي اللي بيهون على برشلونة بهاي المباراة انه الحمد لله رب العامين ما خسر هو اللي بيلك البرشلونة انا ما عايش قدمت اداسي بس الحمد لله رب العامين انا لحد الان ما خسرت في الليقة برشلونة وغرناطة 2-2 نحكي عن المباراة بس قبل ما نبلش اعملوا لنا لايك واشتراك وهاي الشغلات اللي بتشجعنا وبتزيد عدد المشاهدين وعدد المتابعين وإلى آخره عم نتعب وبيضاف تابعونا حسابات السوشيال ميديا رابط تحت بيشو شغلات اكتر تحديية على تيك توك وانستجرام بيشو شغلات قصيرة جدا وبإضافة رابط القناة الاحتياطية ايضا تابعنا عليه برشلونة العقيم اقل ما فينا نقول عنه العقيم العجوز المتهالك المنعدة من الحلول هذا اقل شي فينا نقوله اليوم على برشلونة بمتصرحة ولو طلعنا شوي وحكينا بالمجمل برشلونة عم يعرف يفوز في المباراة عم يعرف يجيب نقاط مثل مباراة شبيليا وبعض المباريات ومباراة سلتا فيجور ريمونتاد عم يعرف يسجل لك ويفوز بس هل الفريق مقنع؟ لا برشلونة انت مقتنع بفريك؟ لا بجوز المباراة الوحيدة لكن البرشلونة كان فيها مقنع اول مبارتين جوو فيليكس مع برشلونة كان هون برشلونة مقنع جوو فيليكس كان بالفورم حاليا نتراجع مستوى في شغلي لناها ومنرجع ومنكررها ومنأولى للمرة المليون وتعرضت عليها هجوم من بداية الموسم حتى من قبل ما يبدأ الموسم قلت يلي متوقع حتى مع استخطاب كانسيلو وانتا ما كان لعب برشلونة حتى مع استخطاب كانسيلو مستحيل جدا تشوف دفاع برشلونة بقوة دفاع برشلونة الموسم الماضي اذا انت برشلونة وبدأ وعم تستنى يكون دفاعك قوي مثل الموسم الماضي فانت غلطان فالموسم الماضي كان حالي استثنائي لكريستينسن مع كوندي مع اراوخه وحتى مع تيرج تيغان المتراجع مستوى نحكي على الهدف الاول ومنحكي على خطأ من بلق بلق 14 ثاني الساعة نعم اول الموسم الهدف الاول طبعا اخطأ اخطأ قافي وكان ممكن يخطأ حتى في نهاية المبارا كانت في عارضة اخطأ قافي سرعة تمرير تزديدي مدروسي جدا من هات سرقصة اللي اللي حتنوها عليه هلا بعد شوي ونحكي عنه لحاله تزديدي قويه بترطي من دام حاس مرما وبتفوت قولاسو بالدام 14 وننادي غرناطة لك اتفاجأ العالم كل تفاجأ تشافي ما متوقع لك سيناريو حتى مدرب بغرناطة ما متوقع لك سيناريو حتى اللاعبين حتى كذا كله حساباته فاتت ببعضه المدربين والجهاز الفني وحتى الجماهير حسابات انو كيف عم نحكي عم نحكي عالسانة 14 عم نحكي نحن على اسرع هدف دخل في مربع برشونا بتاريخ الليغة وعن كان رقم سابقا لبنزيما حاليا كسروا هذا اللاعب صدقا لتانا الموضوع مسألة وقت والهدف المبكر لصالح برشلونا انك تتلقى هدف مبكر لصالحك بما لا شك فيه لحتى تحسن تعودي وتدرك انو مباراة ما انا مباراة سهلي صح غرناطة مركز عاشر وانتي مركز كنت مركز تاني قبل بداية الجولي فما معناته انو الفارق كبير لا لازم تخطع عقلك وتلعب بفوتبول خاتلو التوقعات وتوقعات عودة برشلونا ما استغربت جدا من تماسك الدفاع بجيرونا انو هذا كان شي متوقع ما استغربت ابدا جدا من القوة البداية اللي عميلها فيها جيرونا انو هذا متوقع كل اندي تليقة بتلعبية ادام الريال والبارسة استغربته عقم عقم برشلونا عقيم يخوان برشلونا ما كان عمي عفوت لا من جيت لامينيامال ولا من جوا فيليكس ولا حتى من العمق ولا حتى برأسيه ولا حتى بعرضيه ولا ايشيه ولا كأنه مستحيل هدولي كانوا تقريبا في اغلب مجريات المباراة كانوا اشباه اللاعبين عقمين لطريقة مو طبيعية المستوى الفردي تبع اللاعبين مو خفض هون بيجي عمل مدرم وقت المستوى الفردي تبع لعبك بينخفض انت المفروض حسنه من خلال تكتيكك من خلال اسلوب تخلق افكار تخلق اسلوب برشلونا ابدا لا من العمق وصل ولا من اطراف وصل ولا ايشيه ولا اي خطورة تذكر حتى لو حكينا على هدف برشلونا الاول بعدين نرجع على الهدف الثاني غرناطا لو سبقنا هدف برشلونا الاول ياسل لاك الواحلين على قولة الشوالة ياسل لاك كيف سلكت مشت الاخ كان موجود هون اقول برشلونا عقيم الهدف الثاني لا فيه هون فيه لازم نوقف ونحكي هلا على على سرقصة اوجه الهدف الثاني قطع الكرة من اللاعب برشلونا بشكل سريع بتتمرر الكرة لوسط الملعب والثاني بين القوة بزيتها سرقصة العيب لمسي واحد يحت كوندي وراه رجع كوندي سبقه عطاه كوبري واحد يتنتين وزيتها لعبتها عمكانيات لعب شو ملاعبوه عنده خمس اهداف تقريبا يعني هو سجل ثلاث اهداف على مدار ثمين جولات اجه بالجولة التاسعة بيجيب لك كولين لعب تستغرب كيف ملعب بغرناطا كان ممكن يجيب هاتريك الفرصة اللي حكينا عنها ببداية لان اطعت ايضا من قافي نفس طريقة الهدف الاول على الهدف الاول انا قلت برشلونة سيرجع والله ببداية صراع بحكي يا اصدقائي برشلونة بيرجع اوقت كانت 2-0 حتى سجل توقيت مناسب جدا قبل ما تقول الاستراحة ممتاز جدا دقيقة 45 بلاش برشلونة الشوت الثاني نفس الاسلوب نفس الافكار فريق عقيم فريق من دون حلول من دون اي شي يعني لو حكينا ممكن نحكي اخطر فرصة اخذ برشلونة ممكن نحكي بعيدا عن هدف افسادها ممكن تزديد اراوخه فريق بدون اي حلول بالشوت الثاني المدرب ما عمل شي تشابي في غرفة ملابس طرعه وقعده شربه مي شربه مي رايحوا رايحوا بدل تشيرتات كل عراء البسوا بتشيرتات الجديدة وروح لعبه نفس خططنا نحنا نفس الخطط نلعبه بالشوت الثاني هذا اللي عمله اليوم هذا اللي عمله اليوم تشابي مو طبيعي العقم مو طبيعي طبعا بنحكي على مين يمال اصغر لاعب في تاريخ الدور الاسباني بيسجل اصغر لاعب في تاريخ برشونة بيسجل اصغر لاعب في تاريخ برشونة بيشارك اصغر لاعب في تاريخ منتخب اسبانيا بيشارك واصغر لاعب في تاريخ منتخب اسبانيا بيسجل واضح جدا لاعب عنده شي واضح جدا لاعب عنده ما هو بعض الامكانيات وعجبتنا فيه شغل جدا مهمي بعد الهدف الثاني بعد الهدف الثاني اجت لقطة بسيطة حاول طلع لقطة بسيطة لا مين يا ما بيروح عند تشافي يا 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 مجرم يا مجرم انت عمل 15 سنين شو باختك لعند تشافي عم يحكي وكذا وتشافي وتشافي بطلي حيك عمول كيف هذا عم يحكيني تشافي عمله طيب يلا اوكي امشي 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 عجبنا القول الشخصية بتاعه لاعب من اللاعبين لا للموهوبين اللي راهنت عليهم اللي راهنت عليهم قلت هذا اللاعب له مستقبل هاد اللاعب عنده امكانيات بعيدا على الهدف كيف اجا بس عجبني هاد الموقف منه المابعف شو سميه اجري جدا انك انتي اصغر لاعب بالفريق اصغر لاعب بتاريخ النادي تقريبا ان غيرت تروط طالب وتحكي وتشتغل مع تشافي هذا كان شيء كان شيء جميل جدا نرجع نحكي عن اصابات كوندي مصاب طبعا اصابات هي جزء من اللعبي ولكن واضح جدا واضح جدا في ارهاق للاعبين برشونا طبعا في توقف دولي من حسن حاس برشونا وحاس كوندي كوندي خارج مصاب بنحكي عن فرانك ديونج اصابي بنحكي على ليفا بنحكي على هون مصابي فرانك ديونج هو اهم لعب في برشونا فرانك ديونج فرانك ديونج لو موجود برشونا لم يتعثر هاي التعثرات خدوة مني وكان فاز بسكورات ومنحكي على رافينيا ومنحكي على ليفا اصابات تضرب البارشا بس هاته جزء من اللعبي وانتي مفوت كمدرب تكون جاهز لمثل هاي الاصابات المشجع مشجع اوكي بيتعاطف بقول اصابات كزامور بس انتي كمدرب مخطيت للموسم كلياته فانتي متوقع ان يكون في عندك اصابات فالمفروض تكون جاهز اكثر اكثر من هيك بالنسبيل اليوم كانوا افضل لاعبين في برشونا في برشونا ممكن انا احكي على على الوبيزة بعد ما يطلع وهذا التفاجأت منه وع فيديو تيك توك اعتذرت من سيجي روبيرتو لانه قلت شو اللعامل انها كنت اتصابت انت تطلع على الوبيز يلي قريب من المرمى وعنده جرأة بالتزديل ونزل سيرجي روبيرتو ما فهمت الزلمة بعيدا عن انه سجل سيرجي روبيرتو ولا قدم مبارا والله ممتلى جدا ايضا كان في اللي شاف المبارا في تعليمات يمين شمال كزامور كان ماخد دول مدرب وكانت التعليمات صحيحة بشكل او باخر بتصوري كان افضل لاعبين في برشونا اليوم لوبيز بتصوري ومنحكي شوي عقان دو قان من حيث اسلام والتسليم بالدي حاول يقدم الفي قدمه ولكن ما بالدي ابدا منعرفه ولا حتى كان سيلو ولا حتى فيليكس ولا حتى الامين يا مال صاحب الهدف ولا حتى تخذ دفاع بشونا كلياته بالمجمل ومن حكاية يشتكل وكوندي وأراوخه وإلى آخر يأراوخه يفتقد احساسية المباريات متل ما ارجعنا وحكينا كثيرا لسا في شي ما ضع الشي الى هنا تنتهي الحلقة برجاء بذكرك انك تعملنا لايك شرائف تعزي الجرس هاتشي بساعدنا وبالاضافة تابع الحسابات والسيشال ميديا رابط تحت ورابط قناة الاحتياطي خليلك حاليا فما حاجة سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة